اشتركوا في القناة طريقة تقاسم درس أو مجموعة من الضروس بين الأستاذ والتلاميذ وتلامدته عن بعد طبعا في ظل الظروف التي نعيشها هذه الأيام طبعا يتمكن الأستاذ بهذه الطريقة من خلال شركة جوجل وبشكل مجاني من تقاسم أي وثيقة يملكها أي درس سواء كان عبارة عن وثيقة رقمية بمعنى دوكيمون أو فيديو أو أوديو أو أي نوع من الحوامل المعرفية يمكن أن يتقاسمها مع تلامدته بطريقة سهلة إذن بعد الدخول إلى موقع جوجل بمعنى مربع البحث جوجل نكتوب Classroom ثم نختار هذا الرابط أو هذا الموقع جوجل Classroom وهو الذي سيمكننا من إنشاء فصل دراسي وكأنك متواجد مع تلامدتك في نفس الفصل وستتمكن من خلاله من إعطاء الدروس الآن سأضغط متابعة حتى أقوم بالدخول إلى هذا الفصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص به كما تلاحظون في حالة ما طلب منكم إدخال البريد الإلكتروني وجب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور أضغط متابعة الآن سأتوجه إلى علامة الزائد الموجودة هنا لإنشاء فصل دراسي أضغط يقول هل تريد الانضمام إلى صف؟ بمعنى هناك صف موجود أحدهم خاصة أستاذ ما قام بإنشاء صف دراسي لتقاسم درس معين مع تلامدته أنا تلميذ أريد أعطاني الأستاذ كودا معينا سأشرح كيف تحصل على هذا الكود وأريد الانضمام إلى هذا الدرس أضغط انضمام الآن نحن بصدد شرح طريقة الأستاذ كيف يقوم بتقاسم الدرس مع تلامدته إذن أختار خيار ثاني إنشاء صف إذا أضغط قرأت هذه النصوص أو الشروط التي تفرضها جوجل لإستعمال هذه الخدمة ثم نضغط متابعة الآن اسم الصف إذن ندخل اسم الصف أو القسم الذي نريد إعطاء الدرس له مثلا ثانية إعدادي أو ثالثة إعدادي إذن أحول لوحة المفاتح إلى العربية ثالثة إعدادي واحد إذن هذا هو القسم الذي أريد أن أعطيهم هذا الدرس نضغط إنشاء المعلومات الأخرى غير ضرورية القسم الموضوع للغرفة إلى غير ذلك إذن نكتفي بإسم الصف إذن ننتظر إنشاء كما تلاحظون جاري الإنشاء نلاحظ ننتظر إنشاء هذه الغرفة إذن تمت الآن إنشاء غرفة أو فصل خاص بقسم الثالثة إعدادي واحد لاحظوا الكود الذي تحددت عنه قبل قليل هذا هو في حالة أردت من تلامدتك أن يلجأ إلى هذه الغرفة كل ما عليك أن تقوم بنسخ هذا الكود وإعطائه لتلامدتك وسيدخلون إلى نفس الرابط ثم عند الضغط على علمات زائد كما سرحت قبل ذلك ويجدون انضمام إلى الصف هناك يدخلون هذا الكود ويتمكنون من ولوج هذه الغرفة وهناك طريقة أخرى طبعا سأقوم بشرحها بعد قليل الآن بعد أن قمنا بإعداد القسم نذهب إلى الواجب الدراسي يجب أن نضيف المادة التي نريد أن نتقاسمها مع التلاميذ درسا كان أو فيديو أو أوديو أو غير ذلك إذن نقوم بضغط على إنشاء لإنشاء المادة إذن نضغط على المواد لنضيف المادة التي نريد إنشاءها إذن حسنا هنا عنوان المادة مثلا سأتقاسم معهم درس الجذور العددية الجذور مادة الرياضية طبعا أعطيتها تريد أن تصف هذا الدرس يمكنك ولكن هنا اختياري لا داعي إذن نضيف هذه المادة بالضغط على إضافة الآن هذه المادة هل هي موجودة على جوجل درايف هل هي رابط من على الأنترنت هل هو ملف موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك هل هي فيديو موجود على اليوتيوب لك أن تختار طبعا نحن في هذا الدرس نختار وفي هذا الفيديو نختار ملف بمعنى الدرس موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بالأستاذ نضغط ملف لجلب هذه المادة إذن نضغط اختيار ملفات من جهازك ثم نذهب إلى جهاز الكمبيوتر ونبحث عن المادة الجذور العددية إذا هناك درس بهذا الاسم على جهازي درس الجذور المربعة عفوا إذن نضغط تحميل سيقوم الآن الموقع بتحميل درس الجذور المربعة لتقاسمه مع التلاميذ إذا ننتظر تلاحظون يقوم الآن الموقع بتحميل الوثيقة أو المادة إذا كانت الوثيقة حجمها كبير سيحتاج وقتا أطوال إذا كانت الوثيقة حجمها مثلا 3 ميجا أو 4 ميجا سوف نحتاج منك وقتا طويلا كما تلاحظون الآن المادة هي عبارة عن بامتداد PDF وحجمها 3.37 ميجا إذا لن تحتاج مني إلى أكثر من دقيقة بحسب سرعات الانترنت المتواجدة على جهاز كمبيوتر خاصة بك الآن طبعا الجميع يستعمل شبكة الانترنت فتكون ضعيفة شيئا ما إذا ننتظر إلى أن يتم هذه المرحلة إذا الآن تم تحميل الوثيقة أو الدرس وهو درس الجذور المربعة لسنة الثالثة إعدادي نموذج إثنان الآن ما يجب أن أقوم به هو مشاركته مع باقي تلاميذ القسم أضغط هنا مشاركة لاحظ إذا الآن الدرس أصبح موجودا في الغرفة أو في القسم الخاص بثالثة إعدادي واحد ما يجب علي القيام به الآن هو دعوة تلاميذ هذا القسم للالتحاق بهذه الغرفة والاستفادة من هذا الدرس إذا أذهب إلى الأشخاص هنا بالنسبة للطلاب إذا كان هناك كنت لدي رغبة في دعوة التلاميذ هذا القسم الالتحاق بهذه الغرفة والاستفادة من هذا الدرس كل ما عليه وأضغط هنا على علمات الزائد وأبدأ في إدخال البريد الإلكتروني لكل تلميذ على حدة بمعنى مثلا أكتب مثلا محمد أرباس جيميل بوانكو طبعا إذا كانت لدي في ورقة معينة فأقوم بكوبي كولي إذن الآن أضفت هذا الاسم أضغط على أنتري في لوحة المفاتيح فتمت إضافة الإيميل الأول إذن تمت دعوة تلميذ الأول ثم نكتب كذلك الاسم الثاني إلى غير ذلك لدي مجموعة من الأسماء هنا لاحظوا حينما أبدأ بكتابة أي حرف تظهر لي البريد الإلكتروني الأشخاص الذين يبدأ بريدهم بنفس هذا الحرف يمكن اختيار هذا مثلا وهكذا داوى لك ثم في النهاية عندما أكمل لكتابة البريد الإلكتروني لجميع تلاميذ القسم أضغط على دعوة فتذهب الدعوة إلى هؤلاء للالتحاق بهذا القسم هذا إذا كنت أريد دعوة تلاميذ إذا كنت أريد دعوة الأساسد الآخرين من نفس المادة مثلا أساسدات الرياضيات بنفس الإعدادية أو بتنويات إعدادية أخرى فيمكنني الضغط هنا وكتابة عنوين أو البريد الإلكتروني الأساسد ودعوتهم هم الآخرين لالتحاق بهذه الغرفة وتقاسم ما لديهم من دروس مع نفس تلاميذ سنة الثالثة إعداد واحد إذا لم الطريقة الأخرى كما قلت لدعوة تلاميذ للمشاركة في هذه أو الدخول إلى هذه الغرفة أو الاستفادة من محتويتها أضغط على ساحة المشاركات كما شرحت ذلك قبل ذلك وأقوم بنسخ هذا الكود الموجود هنا أقوم بنسخ هذا الكود المتوجد هنا عفوا ثم أرسله إلى تلاميذ القسم عبر وسيل عبر الواتساب مثلا إلى مجموعة تلاميذ القسم فيتقاسمونه فيما بينهم ثم عند الدخول إلى هذا الموقع والضغط على علامة الزائد الموجودة هنا في بداية الدخول إلى الموقع سيطلب منهم هل تريدون الانضمام إلى الصف يضغط نعم ويدخل هذا الكود الموجود هنا ثم يضغط على OK أو Enter في روحة المفاتح فيتمكن من الدخول إلى هذا القسم واستفادة من جميع محتويته الموجودات فيها إذن كان ذلك كل ما أردت أن أتقاسم معكم في هذه الحصة أرجو أن يكون ذلك مفيدا للإخوة جميعا إذا ما وجدته كذلك لا تبخل علينا بالضغط على جيم أو لايك أسفل الفيديو حتى تشجعنا على مزيد من العطاء وتقاسم الفيديو مع زملائك في مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة شكرا لبقائكم معنا إلى هذه اللحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة